الآن نطلب باش يرجعوني بناتي و باش يعطيوني شهادات نتحمت على الولادة السلام عليكم أنا ويداد براهمي 28 سنة جزائرية متزوجة مع أردني عايشين في دولة الكويت موظفين لم نرزق بأطفال منذ ست سنوات في 2021 الحمد لله درنا تلقيح أنا بيب والحمد لله نجحت العملية و حملت بتوأم بتاعي بعد خمس شهور و نصف من الحمل قررت باش ننزل للجزائر مش نولد تذكرة وركبت طائرة عادي كان عندي ترانزيت بإسطنبول ساعتين بعدها نكمل للجزائر لكن للأسف وأنا بالطائرة من الكويت إلى إسطنبول جاتني حالة المخاض تبع الولادة وصل الطائرة مطار إسطنبول نزلوني و دوني في الإسعاف و دوني للمستشفى 24 أسبوع من الحمل ولدت التوأم بتاعي الحمد لله و مرت العملية على خير التوأم حطوهم في الخداش عندهم الآن شهرين و هما في الخداش صدمجاتنا قوية أن المستشفى طلب مننا 33 ألف دولار مبلغ هذا بزاف كبير علينا مقدرناش عليه مفاجأة إنهم قالوا لي إذا ما كيش رح تسلكي المبلغ هذا و ما تحتاجيش بناتك الحكومة التركية رح تتكفل بالبنات و رح تديهم منك أنا كانت ليا صدمة يعني كانت صدمة بزاف صعيبة عليا دي جا كانت البنت وحدة كانت محتاجة دم يعني و أنا في بلد غريب ما نعرف الهضراتيحهم ما نعرف البلد ما نعرف وعد الآن أنا مازلني في إسطنبول وبناتي مازالوا نفس بيطار عندهم يعني في المستشفى جاء رجلي قبل يومين رحنا للمستشفى بش يعطيونا شهادة شهادة ولا تقرير بلي البنات هذو نولدو يعني نولدو عندهم في المستشفى بش نروحوا نقيدوهم في البلدية للأسف محبوش يمدونا محبوش يمدونا ولا إثبات يعني ما عندي ولا إثبات كل ما رحوا عندهم يحاوزونا من سبيطار يعني يقولون بره 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 يحاوزونا نطلب من الآن نطلب بش يرجعوني بناتي وبش يعطيوني شهادات نتحمت على الولادة وبش يعني نقصوا لي المبلغات بزافة ويعطيوني إثباتات بلي بنات إيرام عنده في المستشفى لأنهم بغاوا ينحاولي بناتي وأنا بناتي هذو جاءوا بعد ست سنوات من الانتظار وأنا ما نقدرش نتخلى عليهم بغيتهم يرجعوا لي بناتي وبغيت منسافر نرجع لباري ونرجع لبلادي اشتركوا في القناة